يعلم بحضراتكم مرة أخرى مرسل كلر يا جماعة عمل إنجاز عظيم جداً مع النادي الأهلي هذا الموسم خلص كلمنا على كلر كتير قوي 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 وشكنا لسه نتكلم عنه كتير كمان الفترة اللي جاية النادي الأهلي توصل مع كلر لاتفاق مبدئي لاتفاق مبدئي على تمديد تعاقده مع الفريق لمدة موسم إضافي الراجل المفروض عقده ينتهي الموسم القادم فالنادي الأهلي بدري بدري كده عايز يجدد له موسم كمان ولو علي أنا السواء طبعاً ده قراره وقرار النادي الأهلي يتجدد له خمس ست مواسم على أقل برضو بس أكيد يعني كل واحد يقول ليه حساباته سواء النادي الأهلي أو مرسل كلر التمديد التعاقدة هيبقى بزيادة أو بزيادة 20% في تعاقد الراجل أو في الكيمة اللي بياخدها مرسل كلر من النادي الأهلي توقيع العقود رسمياً أو التمديد العقود رسمياً هيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وأنا أعتقد أنه ده هيبقى خبر سعيد وعظيم جداً جميل النادي الأهلي ما يقلش أبداً عن خبر مثلاً تعاقد مع لاعب أو مهاجم أو أو تجديد لمرسل كلر مدرب خطير